بونجور اخباركو ايه? احنا اتكلمنا الدرس اللي فات او الفيديو اللي فات عن اخر درس اللي هو فات بوبولير اللي هي الاعادة الشعبية او الاحتفالات الشعبية. وتكلمنا لو انتم فاكرين كده معنا تكلمنا عن اه خدنا المرحلة الاولانية اللي كانت قدامنا زي اللي قدامنا دي الكلمات. اه الخاصة بالدرس. وكمان مجموعة الافعال اللي كان لها علاقة بالدرس كمان. النهاردة بقى هنبدأ في المرحلة التانية اللي هي مرحلة الايه جرامير. والميزة في الدرس الاخير ده طبعا انه في حاجة كويسة جدا انه عبارة عن اه مراجعة لدروس اللي قبل كده في الجرامير. يعني هنتكلم هنا عن المضارع وهنتكلم كمان عن الفتير. وكمان هنتكلم عن الماضي. اه اللي هو بس ايه. فهنبص النهاردة نتكلم عن الحسة بتاعت النهاردة او فيديو النهاردة بتتكلم عن المضارع وتصريفات كمان اللي هو الفعل ايه? الفعل زو ضامرين. ما عايز اقول لك حاجة مهمة جدا ان الفعل زو ضامرين مش شرط يكون فعل مجموعة اولى. لأ طبعا فعل زو ضامرين ممكن يبقى مجموعة اولى او تانية او تالتة. على حسب الفعل. يعني عندنا فعل مثلا زي تنزة. ده فعل مجموعة اولى. فيه فعل اسمه يفكر. فعل مجموعة تانية. فيه فعل زي اللي قدامنا ده. فعل بمعنى يتذكر. اهو الفعل ده فعل مجموعة تالتة. منتهب الاي ار. يبقى مش شرط اساسي. يبقى عندي الفعل زو ضامرين يبقى مجموعة اولى. لا. طيب. لكن انا عندي حاجة ثابتة. ان الفعل زو ضامرين. ايه هو تعريفه اصلا نفتكر كده مع بعض. هو الفيرب الذي يصبك بالس او الاس او ابصرف. او الملاقي س او اس او ابصرف قدام الفيرب. يبقى هتكلم وقول اه ده الفعل ده فعل زو ضامرين. السي اللي قدامك دي لها تصريف سابت. ودي الحاجة اللي لازم تبقى على طول في دماغك. لها تصريف سابت. مع اي زمن. انا عايز اقولك في اي زمن لها تصريف سابت. سواء في الماضي او في المضارع او حتى في المستقبل. تصريفها سابت حسب الضامير. اللي هو حسب الفعل. يعني ما اجا اقولك فعل يعني يا تذكر اللي قدامك ده. عايز اصرفه. الاول لازم تصرف السي. هتصرف السي مع الضامير جي. هيبقى مي. مع التي هيبقى تي. مع ال ال وال ال هيبقى سي. مع النو. نو. الفو. الفو. والال او فيك اس. هيبقى سي. يبقى ده اول حاجة بتشوفها بيقابلك ايه في الفعل? السي اللي هو الفعل زود او مرين. هيقابلك السي. طب افرت كانت السي دي. كانت اس ابو صرف. عاية. يبقى مع ال جي. اما ابو صرف. مع ال تي. تي ابو صرف. مع ال ال وال ال اس ابو صرف. مع النو نو. الفو فو. مع ال الافك اس. وال الافك اس اس ابو صرف. طبعا الكلام ده لما يكون الفعل اصلا بدء بحرف متحرك. فبتبقى اس ابو صرف. فبتتحول اما ابو صرف او تي ابو صرف او اس ابو صرف. يبقى افكركم تاني او اكد على المعلومة دي تاني. ان الفعل زود امرين. مش شرط يكون فعل مجموعة اولى. ممكن يبقى مجموعة اولى او تانية او ايه او تالتة. ده اللي انا كنت عايزة افكركم فيه. وتصريف فعل سيفونير المهم جدا. اللي هو بمعنى اتذكر وتصريفه مع كل الضمائن. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن اه زمن او قاعدة جديدة ان شاء الله. مارسي افو.